اشتركوا في القناة حدوث ركود اقتصادي بالنسبة للولايات المتحدة ولا يكون هذا الركود طفيف نوعا ما وبالتالي سيؤدي في النهاية للمركز الفدرالي الأمريكي بأن يقوم بعملية خفض للفائدة كيف تقرأ هذه التحليلات؟ صباح الخير سالي ورولا نعم بالنظر إلى سقف الدين الأمداء الأخيرة من ماكارثي وجو بايدن طبعا الانفراجة قد اقتربت كما يقال أنه في نهاية الأسبوع قد يكون هناك انفراجة حلول وسطية بالنسبة للحزبين نعم بالنظر إلى التاريخ سالي 78 مرة تم رفع فيها سقف الدين منذ عام 1960 فالأسواق استشفت عملية التاريخ يعيد نفسه في الفترة الماضية حتى أن الأسواق ابتعدت حتى عن الملاذات الآمنة واتجهت إلى شراء المخاطر طبعا ما عاد الدولار الأمريكي نظرا لارتباط سقف الدين بالدولار الأمريكي بالشكل وثيق ذهب على سبيل المثال سجل انخفاضات من 2020 دولار للأنصة إلى مستويات ما يقارب 1970 دولار الابتعادات عن الملاذات الآمنة قد يكون استشفت الأسواق بأنه وصول حل وسطي وارد جدا سالي عندما ننظر إلى إمكانية عدم وصول حلول وسطية عدم تقليص الإنفاق مما يؤدي قد يؤدي ذلك إلى انخفاض الناتج المحل الإجمالي بعض التقارير ذكرت أن انخفاض الناتج المحل الإجمالي قد يصل إلى 8% سنويا رقم قد يؤدي بكل تأكيد سرعة إلى دخول مرحلة الركود التي يبتعد عنها الولايات المتحدة الأمريكية بكل تأكيد سالي الولايات المتحدة الأمريكية على أقل تقدير لا تريد أزمة جديدة تضاف إلى الأزمات الموجودة حاليا تضخم مرتفع فوائد مرتفعة حتى أنه بكل تأكيد الفشل المصرفي الذي قد ابتعدنا عنه في الفترة الحالية بالنسبة للهيدلاينز أو الأنباء التي تؤكد موضوع الفشل المصرفي لكن سقف الدين قصة مستدامة بكل تأكيد الحزبين حتى لو كانوا على معارضة سياسية بكل تأكيد قد لا يحتاجون الوصول إلى أزمة جديدة بالنسبة لموضوع سقف الدين الشروط الوسطية قد تكون هي الحلول على ما أعتقد بجو بايدن لديه الحل قد يكون الكرت الرابح هو صندوق كورونا على ما أعتقد مليارات الدولارات موجودة في صندوق كورونا وقد تم تجميدها سالي فعلى ما أعتقد هي بعض الأموال التي قد يتم إفراجها كجزء من وصول إلى حل وسطي أو بين الحزبين سالي نعم ننتقل سيد أحمد إلى ما يحدث اليوم في المشهد العالمي اجتماع مجموعة السبع في اليابان وبالتأكيد الاتفاق سيكون حول روسيا من أجل ردعها في حربها على أوكرانيا والمحاولات تكون بالضغط على ورقة النفط حتى الآن روسيا في آخر بيانات إراداتها النفطية لم تتأثر هذا دليل على أنها تبيع أسعار نفطها بالسعر الذي ترغب فيه والذي تجده عادلا إلى أي حد سينتهم اجتماع مجموعة السبع لربما بتأثير على سوق النفط اليوم نعم رولا بالنظر إلى الأوضاع الأخيرة بالنسبة للنفط فعملية أخذ والعطى لحدها مستمرة في أسواق النفط روسيا من جهة أمريكا حتى في الفترة الماضية وزيرة الطاقة قد صرحت بأن العودة لشراء المخزون الاستراتيجي بالنسبة للنفط واردة منذ بداية شهر ستة فعلى ما أعتقد أن أمريكا قد مدت يد بطريقة أو بأخرى لذكر أن عمليات الشراء بالنسبة للمخزون النفط الاستراتيجي واردة في الفترة القادمة فلما يتم عمليات تخفيض الإنتاج بالنسبة لمنظمة أوبك فعلى ما أعتقد هاي واحدة من الأساليب التي تتجه فيها الولايات المتحدة الأمريكية للضغط أكثر على منظمة أوبك نعم جي سافن أو الدول السبعة ضمن الملفات روسيا وحتى الصين رولا عند النظر إلى الصين فالصين واحدة من الدول أعتقد أن مشاركة اقتصادية مع الدول السبعة لن يتم خسارتك كصديق لكن بكل تأكيد يعني ما أخذ حصة كبيرة بالنسبة لدول السبعة فعلى ما أعتقد ليس فقط روسيا بل الصين بالنظر أيضا للقرارات أو بالنسبة للاجتماع نفسه على الأسواق المالية على ما أعتقد رولا ممكن تتفئي معي بأن الأسواق قد سعرت بكل تأكيد أن ما قد حدث بروسيا لن يحدث أكثر منه في الفترة القادمة العقوبات بالنسبة لروسيا وحتى الرد الروسي بالنسبة لبيع النفط بطريقة أو بأخرى بسعر أقل مما كانت تتوقع الأسواق أو حتى العقود التي تم تم توقيعها في الفترة الأخيرة بأقل من الأذرج السعري أو المتوسط السعري بالنسبة للأسواق فعلى ما أعتقد أن الأسواق لن يشكل لها صدمة جديدة بالنسبة لموضوع النفط الروسي في المؤتمر قمة السبعة القادمة نعم أحمد يعني الموضوع الملفت أيضا لدينا البيانات التي شهدناها من الاقتصاد الصيني خلال الأسبوع الماضي المتعلقة بالإنتاج الصناعي وأيضا مبيعات التجزيء كانت يعني على الرغم من النمو فيها إلا أنها كانت أقل من التقديرات بيوت الخبرة أيضا تذكر بأن هذه البيانات قد تؤثر أيضا على مستهدفات النمو وتوقعات النمو خلال الفترة المقبلة إلى أي مدى اقتصاد الصين اليوم في هذه الظروف والبيانات قادر على أن يحقق المستهدفات التي وضعتها الحكومة نعم سالي بالنظر إلى آخر أرقام كما ذكرتي ملفت انتباهي رقمين بالنسبة للصين الواردات الصينية بالنسبة للنفط بالذات قد تقلصت بواحد ومس بالمئة كل التوقعات كانت تشير إلى ارتفاع الطلب في الفترة القادمة بالنسبة للنفط نظرا لأن الصين أكبر مستورد بالنسبة للنفط الخام لكن انخفاضه في الشهر الماضي كان يعتبر واحد من الأرقام المثيرة للإعجاب الرقم الآخر هو التضخم سالي التضخم وصل إلى واحد فاصل عشر بالمئة كأن الصين بمعزل عن اقتصادات العالمية بشكل كامل في الدول الاقتصادات الكبرى التضخم كان مرتفع جدا لكن الصين صفر فاصل واحد بالمئة رقم يعتبر متدني جدا بالإضافة طبعا الأرقام التي ذكرتها سالي جميعها تصب بأنها أرقام مثيرة للإعجاب قد تؤثر بشكل سلبي على النمو الصين في الفترة القادمة على ما أعتقد سالي لكن كما أود الذكر هنا سالي الأقام التضخم المنخفضة قد تجبر بنك الصين الشعبي في الفترة القادمة للعمل على تغيير سياسة النقدية أو حتى إذا لم يكن العمل على تغيير سياسة النقدية تعديل السياسة النقدية في الفترة القادمة على ما أعتقد سوف تضغط على الصين مع هذه الأرقام السلبية على ما أعتقد سالي سؤال أخير وباختصار لو سمحت يعني بعد أقل من ربع ساعة كريستين لاغارد ستعقد مؤتمر صحفي تتحدث فيه عن السياسة النقدية تذبذبات على اليورو يوم الغد أيضا عنا انتظار لخطاب جيروم باول ما الذي تتوقع محتواه يكون أحمد؟ كريستين لاغارد على ما أعتقد لخصت في مؤتمر الصحفي الأخير قالت أن التضخم لا يزال مرتفع العمل على تخفيض التضخم هو الهدف الأساسي رفع أسعار الفائدة على ما أعتقد هو الأساس بالنسبة حاليا لبنك أوروبا على النقيد من هذا الكلام جيروم باول بالغد لديه ندوة أيضا طبعا عنوانها أيضا السياسة النقدية على ما أعتقد أن السياسة النقدية قد يكون هناك بعض الاختلاف بين الفدرال الأمريكي وبنك أوروبا شكرا جزيلا لك ضيفنا سيد أحمد عزام محل الأول لأسواق المال في مجموعة إكوتي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر